السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد على دخلقك وردة نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. هنقول لكم اخبار الاهلي بس في الجزء التاني من الفيديو. الجزء الاولان هنبدأه بتولي حسام حسن لمنتخب مصر. حسام حسن مدير مديرا فنية لمنتخب مصر بامر من وزير الشباب والرياضة. هتقول لي ايه? بامر من الوزير? هقول لك اب امر من الوزير. هو كان في جلسة معاه النهاردة الصبح. تمام? وبعدي هطلع من مكتب الوزير على الاتحاد معاه كل الصلاحيات. معاه كل الصلاحيات? هقول لك معاه كل الصلاحيات. التعيين اللي عينوا اتحاد الكورة للكابتن محمد يوسف بقى لاغي. وكابتن محمد يوسف كده كده اما عرف بتولي الكابتن حسام حسن قال لك خلاص يا جماعة انا برا. تمام? كابتن حسام حسن في الاول تفاوضه معاه انه يبقى هو ابراهيم برا. قال لهم لا انا ابراهيم مع بعض. تمام? وانا اللي هختار كل الجهاز المعاون بتاعي. فبعد اجتماعه مع الوزير الراحة اتحاد الكورة اللي هو بقى برافان ها? بقى شوخ ليلة مع عليه غير انه ينفذ اوامر بس. يعني خدوا بالكم. من من ساعة خروج المنتخب ده لحد الانتخابات اللي جاية لحد ما يغوروا في دهية ويمشوا ويجي اتحاد تاني ها? دول قاعدين مناظر بس عرايس من ورق. بحزمهم بعطرهم ببابا غنجهم. كله على بعضه كده. اشكال اشباح فقط لغير. ما لهمش للازمة ولا. وهم ما كانش لهم لازمة اصلا. تمام? خلينا في حسام حسن مشي من عند الوزير على اتحاد الكورة مع كل الصلاحيات. تمام? كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. ودي حاجة كويسة وان شاء الله كل الدعم وان شاء الله ربنا يوفقه ويعمل نتائج كويسة. مهما عمل حسام حسن مش هنبقى اسوأ من النتائج اللي احنا شفناها في بطولة امم امريكا اللي فاتت دي. تمام? مهما عمل استحالة بالعكس حسام حسن من قلب الدوري المصري هيطلع لك لعيبة تمثل المنتخب وتاكل النجيلة والدافع عن راية مصر اللي بهدلوها شوات المحترمين دول. تمام? حسام حسن تاني معه كل الصلاحيات اختار الجهاز بتاعه اتفق على المبلغ المادي حسام حسن بكل الجهاز مليون وتمنمائة الف جنيه في الشهر. كان فيتوريا لوحده بيتخطى المبلغ ده بكتير يعني. ده يعني شوف المتين واربعين الف دولار ولا المتين وخمسين الف يورو دول بكم مليون مصري. تمام? كل التفاصيل حسام حسن. قالوا لك يا جماعة في ناس بقى تطوعت ودخلت بقى ناس اللي ايه بتحب ايه تمشي في الخير. ده حسام حسن اتصلوا بمحمد صلاح ومش عارف عملوا ايه وسووا ايه وخدوا رأيه. حسام كل الكلام ده فيك ولا في اي حاجة من الكلام ده. صلاح ملوش علاقة بالمنتخب. الكلام اللي حصل ان حسام حسن مدير فني المنتخب مصر. ومحمد صلاح لعيب من ضمن اللاعبة. في الاجندة الدولية هيتقدم له اللي استدعى زيه زي اي لاعب. والله يجي جي ما جاشه بحر. تمام? لان محمد صلاح احنا ما بيناش عارفين وجهته ايه? يعني انت ما بقيتش عارف تصنفه. انا محمد صلاح في اللي احنا فيه ده كله منزل صورة الفيتوريا. ها? وبيقدم له الشكر. شكرا على ايه? انا مش هو ممكن يكون بيقدم له الشكر على حاجة شخصية عملها معاه. ان هو سايبه وشينه يحط في المنتخب. يحكم ويؤمر براحته. افا هو في دي يقدم له الشكر. لكن احنا نقدم الشكر عليه على الواكسة بتاعت المنتخب. فمحمد صلاح ما بقاش عارفين نصنفه. يعني انا واحد من الناس ما بقيتش عارفة صنفه. يعني واحد زي ده خسارة بصراحة يعني. خسارة ما يكونش ليه تاريخ مع ممتخب بلاده. خسارة ما يكونش ليه تاريخ مصري. وهارجع اقولها تاني. محمد صلاح اسطورة عالمية. وليس مصرية. تمام? خلاص كده موضوع الكابتن حسام حسن. نروح للاهلي ومرسل كولر. والنهاردة استقبال عمر كمال عبدالواحد والزنفولي. وعجنوهم ضرب كالعادل لاحتفال بتاعهم ده. اللي هو ممكن اللعيب يتصاف فيه ده اصلا يعني. مسكوهم رواه عليه. النهاردة كله حضر التدريب. اه في التمرين كان اه خالد عفتاح اه كدمة في وش رجله كده. بسيطة ان شاء الله. ريدا سليم وكله جاهز وكله حاضر. والاهلي على اتم استعداد. ها? لفريق شباب بولوزداد. الاهلي ادى اللعيبة راحة بكرة. بس الدوليين اللي هم ما كانوش بيلعبوا اصلا. لعبة الاهل الدولية. لسه البرنامج التأهيل بتاعهم شغال. وفيه رفع بدني. وفيه يعني اليومين دول. مسكنهم هرسينهم بقى. كياسات بدنية واوزانه بتاع عشان يشوفوا اللعيبة لو في حد زاد. لو كله طلع تمام. وكله طلع زي الفل. والتدريب ماشي باحسن وجهة. تمام? بصوا على الصورة دي يا جماعة. دي صورة امام عشور وعمر كمال عبدالواحد وكهربا. بصوا للصورة دي واعرفوا مخزاها. الصورة دي بتقولك ادي اللعيبة اللي احنا خدناها من بق الزمالك. لعيبة لها قيمة. لعيبة تفرق مع اي نادي في افريقيا. تمام? مش هنقولك اي نادي في العالم. عشان ماقولكش الرجل ده عمال يوسع في الدنيا. اي تفرق مع اي نادي في افريقيا. دي رسالة بيقولولك ادي احنا بنقولك ادي اللعيبة اللي جات من الزمالك. تمام? مش ازا مالك اللي عمالي يجري ها? ورا الفضلات بتاعت الاهلي ودار المسنين بتاعت الاهلي. واخد بالك رايحين يجيبوا لعيبة مش عايزين نقول كسر ما بنقلش من حد. بس لعيبة اا مدة صلاحياتها انتهت. الاهلي مبيسيفش حاجة لسه شغالة. فلا كل اللعيبة اللي تخدتوها وعمالين عملين عليها ضجات. وعمالين تعملوا اا احتفالات وصفقات وبتاع. دي لعيبة صلاحيتها انتهت في الاهلي. ما ينفعوش في الاهلي. ربنا يوفقهم وينفعوا معاكم. وتاخدوا بهم ربطة ولا تاخدوا بهم اي حاجة. تمام? فدي يا جماعة الصورة يعني بالدل على الواقع. بصوا الاهلي خد ايه? وبصوا صاحبنا خدوا ايه? طبعا صاحبنا خدوا ايه? انتوا عارفين وما خدوا ايه? تمام? خلاص الاهلي وتدريباته وعندهم بقرأ اجازة معادة اللاعبة الدولية والاهلي بيستعد بقوة لشباب بولوزداد. مية في المية بيرسي تاو مش هيلحق بمطش شباب بولوزداد. بيرسي تاو عندهم مطش بكرة مع ناجيريا. يعني مطش نهائي مبكر. وكده بيرسي تاو في المربع الزهبي. يعني لاخر البطولة موجود. يعني ما حصل لهم ان ربنا ما وفقهمش بكرة. وكذبوا. هيلعب على التالت والرابع. فكده كده لنهاية البطولة موجود لحد يوم 11. اما الربنا كرموا. ووصلوا للنهائي. والربنا كرمهم وخدوا البطولة. طبعا هيبقى في احتفالات بلقى في جنوب افريقيا. ورئيس الاتحاد ورئيس النادي. وطبعا بيرسي تاو هيبقى هايس في الهيسة دي. فكده كده بيرسي تاو. مش معانا في شباب بولوزداد. ممكن يعني يجي لك على يوم 14-15. طبعا مش هيبقى جاهز بدنيا. ولسه مش عارفين الدنيا فيها ايه. بس ده اللي احنا شايفينه. واللي احنا بنقوله لحضرككم. تمام? دي اخبار الاهلي. طبعا عارفين وسامة ابو علي. عنده خلاص خلفية. هيقعد فيها من اسبوعين. ناس تقول لك عشر تيام وناس تقول لك اسبوعين. يقعد زي ما يقعد المهم يخف ويرجع تمام. عشان الاصابة ما تردش عليه. طبيب النادي الاهلي بيطمننا على محمد الشناوي. وان شاء الله الشناوي كويس. بس قال له. الاصابة بتاعتك رخمة. وفي حتة رخمة. وانت حارس مرمى. فاحنا نصبر على نفسنا. يعني ممكن الشناوي بدل تلات شهور تلاقيه وماربعة وممكن تلاقيه ومخمسة كمان. تمام? والشناوي احنا مش مستعجلين عليه. عشان يرجع لنا. تمام التمام? لان الاصابة دي لو الشناوي رجع ورجعت له تاني هتعطله كتير جدا. تمام? ده ما يخص الاهل يا جماعة. اما بقى ما يخص الزمالك. والاحتفال بتاع الصفقات مبارح. اااااا تحس انه كان طهور مش ااااا مش احتفالية وتقديم صفقات. الكابتن رئيس النادي الكابتن حسين لديك بيمكني ليه كل الاعترام. بس ده نادي بصراحة بيقدم يعني ايه? زمان كانوا بقولوا على نادي الزمالك نادي الفن والهندسة. انا بصراحة دلوقتي مش شايف غير انه نادي الضحك والفرفشة. تمام? نادي الضحك والفرفشة. الكابتن حسين لابين مبارح كان مسك الحديدة وقف على المسرح وعمال. فن شيكابالا? 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 شفتوا النباطشة بتاع اه في فيلم الفرح? بتاع الكدواني? كابتن حسين لابين كان واخد دور الكدواني مبارح? ها? وعمال ايه? اه النرويجي نرويجي. كان شغال ايه? شيكابالا شيكابالا. فحاجة بصراحة متحكة. يعني وكل كوم والكابتن هشام نصر كوم ولا الاستاذ هشام نصر? ها? اللي طالع يقول لك ايه? الزمالك احسن نادي في الشرق الاوسط. يا عم ماشي كل واحد بيمضح في ناديه. ويقول لك ده نادي ليه جماهير. وجماهيره ايه? عمرها ما تقبل بالمركز التاني. فعلا يا عمرها ما بتقبل بالمركز التاني? لان ما بقاش عندكم مركز تاني. المركز التاني خده برمز. انتو بقى تقبله بالتالت وبالرابع خلاص انتو بقاش عندكم تاني. التاني برمز ده اقعتك وخدته. فبصراحة جماعة بيقدموا ضحك غير عادي. وبعدين العملية باينا قوي. كل واحد حطت ارشين في صفقة هو اللي جايبه وبيديله الفلنة واتصور معاه. وكلكم شفتوا عبدالله السعيد ورئيس شركة النيل اللي هي الرعي الرسمي للدوري. فبص حاجات بص حاجات بدائية ما فهاش اي احترافية. وبنشكر ناد الزمالك على شوقات الضحك والفرفاشة اللي ده حكم لنا مبارح. وشكرا لكم اجماعة وبعد ازنكم لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.